وفي سياق العودة إلى المدارس حيث أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص استكمال التجهيزات للعام الدراسي 2022-2023 نتعرف أكثر حول ما قامت به هذه الهيئة من خلال ضيوفي بالاستوديو المهندس طارق الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة في هيئة الشارقة للتعليم الخاص وعبدالله المرزوقي مستشار تربوي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص حياكم الله مهندس طارق وكذلك أستاذ عبدالله نورتنا اليوم في برنامج أماسي يعني ما شاء الله العودة للمدارس نقول الحمد لله على هذه العودة بعد هذه الجائحة يمكن أنها كانت مؤثرة بشكل كبير لكن الحمد لله الأطفال سوف يعودون وكذلك كل الطلاب يعيدون إن شاء الله إلى مقاعدهم الدراسية إلى أجواءهم نود في البداية أستاذ عبدالله تحدثنا عن الجوانب تجهيزاتكم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص تحدث اليوم عن هذه التجهيزات حتى تلتقي إن شاء الله بكل الطلاب والطالبات وكذلك المعلمين في هذه الأسنة إن شاء الله حقيقة هذه الأيام نحن نعيش فرحة صحيح قد حاسنها كل شخص أو اللي بيوت حاسة فيها اللي نلاحظ حركة الشوارع وحركة الناس في الأسواق الكل يستعد للعام الدراسي نحن في هذه الأشياء التعليم الخاص كإجراء السنوي دائما نقوم بالاستعداد العام الدراسي وطبعا الاستعداد يتمثل طبعا نحن نتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب من خلال اكتمال جميع المتطلبات العملية التعليمية ويعني توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب طبعا بدينا طبعا خلال العقد الاجتماعات ووضع خطة على الضوهة يعني يتم التأكد من وجود هذه الجاهزية طبعا منهم الجوانب طبعا الزيارة الرقابية التي نقوم بها للمدارس للتأكد من جاهزيتها ممكن نذكر بعض الجوانب على سبيل المثال جاهزية التكييف وجود الغرف الصفية فيها تكييف يعني مناسب ومهيل الطلاب كذلك العيادة المدرسية إنها مجهزة وكذلك الخدمات الأخرى في المرافق المدرسية أستاذ أو مهدس طارق تحدث اليوم أن هناك أيضا حملة انطلقت من هذه الهيئة ونحن المستقبل نود التعرف على هذه الحملة شعار الحملة والتجهيزات أيضا لاستقبال الطلاب الأسبوع القادم بإذن الله أولا شيء يتشرف وجودي معاكم في برنامجكم الجميل برنامج أماسي ونحن في هيئة الشرق للتعليم الخاص كل عام دراسي قبل انطلاق العام الدراسي بأيام مناسبة نطلق حملة الحملة هذه نسميها يعني حملة العودة للمدارس الهدف منها تهيئة الطلاب وتهيئة أولياء الأمور ويعني نخليهم مستعدين نفسيا ومتحفزين وكذا وفرحانين وكذا لاستقبال العام الدراسي الجديد السنة هذه ارتقينا أننا نختار شعار للحملة اللي هو نحن المستقبل ركزنا على توجهات حكومة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام أننا نحن في الدولة بتوجهات القيادة الرشيدة تدعم علوم المستقبل الفضاء الرياضيات التكنولوجيا التقدم هذا اللي حاصل فارتقينا أن يكون الشعار نحن المستقبل عساس أن نحفز الشباب أن ينخلطون في المجالات هذه ويعني نرفع جاهزيتهم ونخليهم طموحين للمستقبل إن شاء الله إن شاء الله وأيضا ركزنا عملنا أطلقنا نشوده باللغة العربية ركزنا عن اللغة العربية تأصيلنا لأن هذه اللغة هي اللغة الأصيلة في نفس أبنانا الطلبة والحملة هذه ضمنت أيضا اليافطات اللي هي اللوحات على الجسور والحافلات المدرسية ومختلف الميادين والطرق وهدفنا في النهاية أن نحن نهيئ الطلبة وأولياء الأمور لاستعداد للعام الدراسي الجديد إن شاء الله حالثة أستاذ عبد الله يمكن تعاون أيضا مجلس الشارقة للتعليم مع كل المدارس المتوجدة هنا في إمارة الشارقة بمناطقها مختلفة نتحدث اليوم عن التعاون بينهم حول تجهيز كانوا تقريبا هذا الأسبوع دوام للمعلمين يمكن استقبال كذاك الهيئة التدريسية نتحدث عن هذه الواجهة سيد عبد الله نعم طبعا التعاون المشترك قام بينه بين الإدارات المدرسية حتى نحن دائما هنا قناة تواصل بينهم أحيانا بعض المدارس قد تتعرض لبعض التحديات والظروف فنحن طبعا نستقبل مثل هذه الحالات ونجلس معهم جلسات ونضع خطة لحل مثل هذه التحديات وحقيقة هناك حرص دائما من إدارات المدارس لجاهزيتها لاستقبال الطلاب وجاهزيتها بحيث أن تسير العملية التعليمي على أفضل طريقة بما يحقق الهداف والمتطلبات نعم مهندس طارق تقريبا مرينا في الأعوام السابقة بشأن جائحة كورونا ويمكن كان هناك إجراءات وكانت في تحديات تمكننا من تدريل تحدث عن هذا الدليل الإرشادي لهذا العمل هل هناك إجراءات معينة أم الحمد لله العودة طبيعية إلى كل المدارس تقريبا الحمد لله بفضل من الله والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة وإمارة الشارقة تجاوزنا المرحلة الأصعب ولا شك أننا من خلال تجربتنا مع جائحة كورونا طلعنا بمكتسبات كبيرة أهمها الموضوع تطوير عملية التعلم عن بعد وتقنيات التعلم عن بعد وطلعنا بمكتسبات كبيرة جدا العام هذا بيكون عام استثنائي بيكون هذا أول عام نرجع فيه للعودة الدراسية بطاقة استيعابية كاملة في المدارس سواء الأنشطة الصفية واللا صفية سواء رحلات المدرسية الحافلات الفصول الدراسية الساحات اللعب وكذا بتكون الطاقة الاستيعابية كاملة بتكون التدابير الوقائية موجودة لكن طبعا أخف لأن الحمد لله تجاوزنا المرحلة الأصعب لا زالت الجائحة موجودة نستطيع أن نقول بشر الأطفال إن شاء الله وكذلك الطلاب العودة الطبيعية نعم العودة الطبيعية إن شاء الله ولكن بعض التدابير الوقائية لا زالت موجودة نحن حدثنا الدليل الإرشادي الدليل الإرشادي يحتوي على بروتوكولات التعامل مع الجائحة في الوضع الراهن ليس الوضع الأصعب الذي كان العام وأولة العام لا السنة هذه الحمد لله الجائحة خفت وإن شاء الله إلى زوال بإذن الله فالدليل الإرشادي يحتوي على مثلا لبس الكمامات في الأماكن المغلقة فقط لكن الطاقة الاستعابية ستكون كاملة في الحافلات وفي الفصول الدراسية وأيضا يحتوي الدليل الإرشادي على طريقة التعامل مثلا مع الحالات التي تظهر الحالات المرضية وكذا طريقة التعامل معها اللي هو الفحص والأمور هذه وغيرها حدثنا الدليل الإرشادي واعتمدنا من الإدارة ونشرناها لكل المدارس بحيث يكون بمثابة يعني دليل يمشون عليه كل أولياء الأمور الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية للتعامل مع الأزمة في وضعها الحالي إن شاء الله سيد عبد الله يمكن ذكر كذلك المهندس التعليم عن بعدها يعتبر إضافة إيجابية تقريبا لساحة تعليمية هل سوف يستمر هذا المجال أم أنه سوف يتوقف على مساقات معينة أو ضوابط معينة تقريبا خلال العام الدراسي الجديد فعلا كما ذكر المهندس طارق أن التعلم عن بعده يعتبر مكتسب من مكتسبات الجائحة صحيح يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نطور هذا النمط من أنماض التعلم وكان سابقا موجود في بعض الممارسات القرية لكن وقت الجائحة كانت الحاجة إليه بشكل أكبر وبالتالي سوف يستمر إن شاء الله وسوف هذا المكتسب يحافظ عليه وسوف تطور آليات هذا النمط من التعليم من حيث التطبيقات الدعمة والأنظمة وكذلك التعلم عن بعد سيبقى نحتاج لأحيانا في بعض الظروف في بعض الحالات نحتاج لتعلم عن بعد وبالتالي مطلب الآن من التربويين عموما تطوير هذه النمط وتدريب جميع الأطراف على التعامل الأمثل مع هذا النمط من النماط التعلم نعم مهدس طارق يعني هل هناك زيادة في عدد المدارس تقريبا هذا العام وهل لأثر إيجابية أيضا على المجلس أيضا من ناحية هذا الموضوع نعم بفضل من الله وفضل توجيهات سمو الحاكم بحسن إدارة الأزمة الحمد لله الشارجة طلعت من الأزمة بمكتسبات كبيرة رغم أن كان هناك أزمة وجائحة لكن الحمد لله وفضل من الله بيئة الشارقة التعليمية بيئة جاذبة تعتبر والدليل أن الحمد لله في عز الأزمة العام الحمد لله تم افتتاح يعني هذه السنة خمس مدارس جديدة لتضاف إلى مدارس الشارقة التي عددها حوالي 121 مدرسة خاصة وهذا يعني يثري البيئة التعليمية والاستثمار التعليمي في الشارقة كل ما زاد عدد المدارس الشارقة زادت الخيارات لدى أولياء الأمور أولا تعدد المناهج هذا شيء أمر إيجابي وطيب في الشارجة وأيضا هذا الشيء أدي إلى تنافسية بين المدارس يعني لما تزيد عدد المدارس يكون فيه تنافسية أكثر وبالتالي يكون فيه تحدي ويكون فيه تطوير للمنظومة التعليمية والحمد لله مثل ما قلنا يعني بفضل من الله وحسن إدارتنا للأزمة طلعنا بنتائج إيجابية وهذه المدارس ثمرة من ثمار النتائج الإيجابية التي جنيناها التي إن شاء الله ستكون إضافة جيدة لسلسلة المدارس الخاصة الموجودة في إمارة الشارقة والتي تعتبر مثل ما قلنا باستثمارية تعليمية جاذبة ولله الحمد إن شاء الله أستاذ عبدونا تحدث اليوم أن مجل الشارقة للتعليم يعني يقدم دائما مع فريق المتميز العديد من الخدمات وأيضا الضوابط التي تناسب يعني أبناء كل أبناء إمارة الشارقة نولى التحدث عن هذه المعايير وأبرز الخدمات وأهميتها أيضا بالنسبة لكل طالب على حيلة هنا في الإمارة طبعا عوما أهل التوجهات في هذه الشارقة هي مصلحة الطالب دائما في جميع اللواح والسياسات والقرارات نحطي في عين الاعتبار مصلحة الطالب وطبعا الطلاب يختلفون في حاجياتهم يختلفون في ظروفهم يختلفون في متطلبات فأحيانا نحاول بقدر أمكان تلبية هذه الطالبات كلها ويعني في النهاية كما ذكرتنا نحن نهيى بيئة ونهيى يعني المسار ويعني نهيى الظروف بحيث أن الطالب يستمر في تعليمه أي تحديات أي ظروف أي أمور تواجه الطالب نحاول نحن في الهيئة مع التعاون طبعا شركان المدارس في تدليل هذه العقبات وكذلك تطوير قنوات التواصل سواء كان بين المدارس وبين أولياء الأمور أو بيننا نحن كأهية وبين أولياء الأمور ودائما نحن يعني أبوابنا مفتوحة زورنا كثير من أولياء الأمور أحيان في حالات معينة نحاول بقدر أنه كان يعني نتعامل مع الحالة كأن هذا الطفل وهذا الطالب ولد من أولادنا فنقدم له يعني الدعم بما يعني يتوافق مع اللواح والقوانين وفي النهاية يعني مثل ما يقولون دائما مصلحة الطالب هي الفاصل في مثل هذه المواضيع مهندس طارق يعني ذكر نقطة مهمة أستاذ عبد الله وهو التواصل مباشر أيضا مع ولي الأمور يعني إلى متى أو إلى متى يرمز تقريبا هذا التفاعل المستمر دائما والمجلس دائما حريص على التجديد ودائما التنويع في طرق التواصل أيضا مع أولياء الأمور كلهم في حدة تقريبا نتحدث عن هذه الأهمية المهمة بالنسبة للطالب يعني دائما نحن بالهيئة عندنا عدة طرق للتواصل أولياء الأمور معنا والطلاب أولا سواء عن طريق الاتصال المباشر سواء عن طريق الحضور إلى مقر الهيئة سواء عن طريق التواصل عبر البريد الإلكتروني وأيضا الهيئة عندنا منصات إلكترونية تخدم الطلبة وأولياء الأمور على سبيل المثال نحن مثلا عندنا منصة إلكترونية اسمها مأمن المشروع اسمه سمو الحاكم الله يحفظه أولادكم في مأمن أولادكم في مأمن مثلا هذا المشروع أمر فيه صاحب السمو الحاكم الله يحفظه بهدف طمأنة أولياء الأمور على أولادهم من لحظة صعودهم إلى الحافلة وإلى وصولهم إلى المدرسة وإيابهم من المدرسة إلى البيت بحيث يكون هناك تطبيق إلكتروني يقوم من خلال ولي الأمر بمتابعة ولده من مجرد ما يركب الحافلة وعدنا في الهيئة مثلا شاشات تحكم كبيرة وغرفة تحكم نتابع عملية الحافلات كل الحافلات في مدارس الشارقة الخاصة نتابعها ونتابع خط سيرها ونطمئن على أولادنا الطلبة مثل ما وجهنا سمو الحاكم الله يحفظه لغاية ما يرجعون لبيوتهم وإحصائيات يومية ومتابعة مستمرة من الصباح إلى انتهاء اليوم الدراسي فهذه بشكل عام طريقة تواصلنا مع أولياء الأمور الدائم والأستاذ علي والسعاد الدكتورة محدثة دائما متواجدين نحن ولي الأمر لما يوصل عندنا نحن نطلع له والأستاذ علي بروحها ينزل له والدكتورة محدثة وكذا والإداريين نطلع لأولياء الأمور نتواصل معهم عندهم مشكلة نتواصل مع المدارس ونحله وندلل لهم العقبات أدنى حصائيات بالمكالمات التي أتينا ونحاول نتواصل مع المدارس بحيث أنه تكون منظومة تعليمية كاملة نتواصل من خلالها مع الطالب مع أولياء الأمور مع المجتمع التعليم بشكل عام للتنسيق ويكون التواصل يؤدي إلى نتائج طيبة الحمد لله إن شاء الله أستاذ عبد الله المرحلة الراهنة إن شاء الله مع بدء هذا العام الدراسي تطلب منه التعاون مع كل الإدارات والمؤسسات أيضا وكل الجانب التربوي وكذلك الطلاب والطالبات وأيضا أولياء الأمور كلمة توجهها لكل من يتابعنا اليوم حتى يتعاون وإن شاء الله يكون عام هذا العام متميز بكل الطاقات والمواهب ويكون إن شاء الله عام دراسي متميز ويعمل كذلك الجد والاجتهاد عليهم طبعا مثل ما نحن عارفين العملية التعليمية والتربية بشكل عام من أصعب الأمور ومنظومة التعليم تحتاج تضافر جميع الجهود وتضافر وتعاون جميع العناصر المختلفة في النهاية تحقيق التعليم متميز لابنان أسواء إدارة المدارس كذلك المعلمين أولياء أمور الطلبة حتى مؤسسات المجتمع المختلفة يجب أن يكون هناك تعاون وهناك تواصل فعال في تحقيق مصلحة الطالب وتهيئة الظروف لنجاح العملية التعليمية والتعاون على مستويات مختلفة وبطرق مختلفة ويحتاج أحيانا كذلك فهم الأدوار والتنازل أحيانا قد يحدث مثلا خلاف بين مدرسة أو الأمر في النهاية يجب أن يتنازل الطرفان لمصلحة الطالب ويتفهم الطرفين أن في النهاية مصلحة الطالب هي الأولى في مثل هذا التعامل نعم مهندس طارق ناود يعني كلمة وجهة أيضا لكل ولي أمر إن شاء الله وكل طالب يعني ما أن الخدمات توفرت اليوم من مجلس شارقة لي التعليم بالمدارس المتوفرة هنا في إموات الشارقة كلهم على قدم وسق حتى يعني إن شاء الله يمر هذا العام الدراسي بكل جد واجتهاد نود إن شاء الله التضامن من كل ولي أمر من كل طالب أيضا حتى يصل إلى المراحل المتقدمة بإذن الله لا شك أن أولياء الأمور هم الشريك الأساسي والمحور الأساسي مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتحقيق استراتيجيتنا اللي نطمح لها استراتيجيتنا اللي هي لعام 2024 عندنا استراتيجية وعندنا أولويات وممكنات وأهداف وضعناها واعتمدناها المجتمع يعني نعتمد نحن على المجتمع التعليمي بشكل عام اللي هي المدرسة والطالب وأولياء الأمور فأولياء الأمور هم محور أساسي وشريك أساسي معنا للارتقاء بالمنظومة التعليمية والارتقاء بجودة حياة المجتمع الطالب وجودة المجتمع التعليمي وإن شاء الله تحقيق مخرجات الطموحة تلبي الطموحات أو التصورات اللي موجودة عن سمو الحاكم الله يحفظها سمو الحاكم لما إنشاء الهيئة هدف الارتقاء بمخرجات التعليم في إمارة الشارقة والاهتمام بالمتعلمين فأولياء الأمور هم شركة أساسيين فندعوهم إلى التعاون مع الهيئة والتعاون مع المدرسة بما يخدم صالح أبنائهم إن شاء الله مهندس طارق وكذلك أستاذ عبد الله استمتع جداً بهذا اللقاء يعني قواكم الله في هذا العام الدراسي الجديد إن شاء الله يصب في مصلحة الطالب والمعلم أيضاً إذن نشكر المهندس طارق الحمادي مدير إيدات التصال الحكومي بالأينابة في هيئة الشارقة للتعليم الخاص والأستاذ عبد الله المرزوقي مستشار تربوي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص أصحيكم والله معانا ونورتونا مرة أخرى في برنامج أمسك مشكوري أن أعطيكم العامة